يشتكي مواطنو تاني تجمع سكاني ببلدية الرواشد مشتعين طفالات من غياب مياه الشربة بولاية تحوز على صد ابن هارون تزويد بالمياه الناس البطالة والاخر انه رب عائلة يضطر انه 120 هذي كليوبة يجيبها شكارة سميد الولاد ويروح يجيبها ما هذه ما زالت ما دخلش الصيف تتصورين القرية تتزويد ساعتين كل اسبوع شباب والمشتوى رغم المواهب الى انهم لا يملكون اي مرافق للترفيه او ممارسة الرياضة انا يدين هذي ترنو على مستوى بلدية الرواشد وهي تعتبر تقريبا على مستوى الولايه وهزمنا مدارس كراوية كبيرة على رأسها الدفاع الرياضي البلدية تيبر جنس احنا نطالبه بملعب جواري بما تزيد الامكانية تعناره ندربه في الطرق المشاكل كثيرة والسكان هذه المرة يطالبون السلطات الولائية بالتدخل بعد ان طالت معاناتهم احنا اختينا نعانيهم نتهميش نتهميش احنا خلينا معلناش فات وقتنا نطالبه من المشؤولين يتولهوا شوية من هذي الشبيبة هذي شبيبة هم تهمشين مهمشين بزا بزا ف لا طريق لا اسطاد لا مرافق كامل ما كانش ما كان ولو احنا كشباب منطقة وكمنطقة عيون طفالات نقدم هذا الطلب الى رئيس والي الولاية هو اللي يوقف على هذي المطالب نرجو منه الوقوف على هذي المطالب وتلبية ولو جزء منها كما وعدناها كما وعدنا من قبل مش تعيون طفالات تعاني من جميع الجوانب فمتى ستشرق عليهم شمس التنمية اشتركوا في القناة